السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ام عبد الرحمن مريضة سكر من النوع الثاني عزمت على البدء بعمل رجيم ونقاص من وزني بعد ان لاحظت ان السكر تطور معيني الى الاسواء مع مرور الوقت فقمت في التواصل مع الدكتور رحمد عطية الدهشان والحمد لله قام بالحقز مباشرة الحقز مباشرة والحمد لله وفقني الله بعد ان خسرت من وزني 13 كيلو الحمد لله وصراحة انا لم اكن اتوقع انني ساخسر حتى كيلو واحد كنت اقول ساهرب من اول اسبوع ولكن الحمد لله بعد ما لاحظت ان مع الدر السكر انتظم وقدرت امشي لمسافة طويلة وراحل الوجع من مفاصلي وقدرت اصلي كلا وانا مرتاحة من غير وجع قررت اكمل بالرجيم الحمد لله يرجع الفضل للدكتور رحمد عطية الدهشان وهذه ليست مقاملة وانا ما هي حقيقة الدكتور رحمد عطية الدهشان شقعني وساعدني كثير ولم يبخل عليه اي معلومة او اي سؤال اسأل عنه كان يعطيني الكثير من البدائل في الكثير من البدائل فكان قبلية البدائل دائما كان رجيم سهل من غير اي حرمان جزا الله الدكتور خير القزاة وكثر الله من امثاله ورفع من قدره في الدنيا والاخرة وتمنى له دوام التوفيق والنجاح وانصح كل انسان يعاني من الوزن زاد ان يبدأ رحلته مع الاكل الصحي تحسين شكله ومبحره وحتى حالته النفسية تتغير امام